قالت وكالة السودان للأنباء أن الشرطة السودانية فرقت تجمعات غير مشروعة في ولاية الخرطومة وبعض المدن في ولايات أخرى وقال المتحدث باسم الشرطة هاشم علي عبد الرحيم أن هذه التجمعات غير المشروعة تعاملت معها الشرطة وفرقتها باستخدام الغاز المسيلي للدموع كما تلقت الشرطة بولاية الخرطوم بلاغات بوقوع إصابات وسط المواطنين والشرطة وذكرت الوكالة أن الشرطة ألقت القبض على عدد من المحتجين وتقدمت ببلاغات ضدهم بموجب القانون الجنائي وأمر الطوارئ